بيبدأ المسلسل ببين تسمعها ونس دي وهي دخل المدرسة بتاعتها ولكن اول ما بتدخل المدرسة كل الطلاب بيبعدوا عن طريقها بسبب لبسها الغريب واللي مخليها كأنها طالع من فيلم ابيض واسود ده غير ان هي قتلت اتنين كانوا معها في المدرسة قبل كده لانهم اتنمروا على اخوها الصغير بوجي وبتوصل ونس دي للخزانة بتاعت اللبس بتاعتها واول ما بتفتحها بتلاقي اخوها بوجي مربوط جواها فبتتعصب عليه لان هو ساب اصحابه في المدرسة يتنمروا عليه مرة تانية وبتسأله مين اللي عمل فيه كده ولكنه ما بيعرفش رد عليها لان فيه تفاحة في فوقه وبيكون مش عارف يتكلم بسببها فبتمسك ونس دي عشان تخرجوا من الخزانة دي ولكنها اول ما بتلمسه ففجأة بيتجمد جسمها وكأنها تكهربت وبتشوف حاجة زي الرؤية للأولاد اللي اتنمروا على اخوها فبتقرر ان هي تنتئم منهم وبتطلع على حمام السباحة اللي هما فيه وبترمي فيه نوع من انواع السمك عنده اسنان وبيعاد وبتحذرهم لو اقربوا من اخوها مرة تانية هتقتلهم كلهم ولما بتعرف مديرة المدرسة اللي حصل بترفضها فبترجع البيت بسرعة وبيقرروا اتها ابوها وامها انهم ينيلوها لمدرسة سحر والمدرسة دي اسمها نيفارمور لان هي اصلا من عيلها كلهم صحرة وهناك في المدرسة دي هتتعامل مع الناس اللي شبهها وافطرهم للمدرسة بتحكي لها امها عن ذكرياتها في المدرسة دي وبتقولها ان هي هتتعلم قوة سحرية جديدة واتحبها جدا وبتحذرها ان هي تعمل اي مشكلة جديدة لانها كده ترفضت من 8 مدرس قبل كده فبتقولها ونس دي ان هي هتهرب فقال من اسبوع ولما بتوصل المدرسة بيدخلوا لقوضة المدير وبيبان على ونس دي ان هي متوحدة جدا وكل كلامها دبشو كئيب لدرجة ان هي بتجرح اي حد يتكلم معاها فبتحذرها المديرة ويمز من ان هي تعمل اي مشاكل في المدرسة وبتقولها ان هي هتنقلها لنفس القوضة اللي كانت امها فيها زمان فبتطلع ونس دي لقوضتها وبتقابل البنت اللي هتقعد معها في القوضة واللي اسمها ينيد وبتبقى بنت كيوك جدا وبتحب الالوان عكس ونس دي الكئيبة واللي بتحب اللون الاسويت دايما وفي الوقت داي بتطلب منها المديرة ان هي تفرج ونس دي عن مدرسة وتعرفها عالطلاب فبتنزل اي نيد معاها لحش المدرسة وبتبدأ تحكيلها عن المدرسة وبتقولها ان هي مدرسة تبنت عشان تلم الصحرة وكمان المستزقبين ومصصين الدماء وبتقولها ان هي مستزقبة لكنها لسه ما تحولتش لحد دلوقتي وبتديها اليونيفورم بتاع المدرسة تلبسه وبتسيبها عشان تودع ابوها امها فبتودعهم ونس دي وبتدخل للمدرسة مرة تانية وفي نفس الوقت داي بيسيب ابوها ييد ينسمى اطوعة لكنها بتعرف تمشي وكمان بتتكلم بلغة الاشارة واسمها سينج وبيكون ابو ونس دي واللي اسمه جوميز سايب سينج في المدرسة عشان ينقلوا اخبارها وبتطلع ونس دي على قضتها وبتقسم الاوضة بينها وبين اينيد وبتشيل كل الانوان الموجودة في النص بتاعها من الاوضة فبتتدايق منها اينيد جدا لان هي عملت كده ولكنهم قبل ما يتخنقوا فجأة بتدخل عليهم ميس اسمها مارلين وبترحب ميس مارلين بوينس دي في المدرسة وبيبال على ميس مارلين ان هي مريبة وبتتكلم مع وينس دي وهي مبسوطة جدا وكأنها كانت مستنيها تيجي للمدرسة من بدري وبعد ما بتمشي مارلين بتنزل وينس دي للحوش عشان تتمشى وفي الاسناء دي بيقعد امثال كبير من على السطح بتاع المدرسة وبيكون نازل على وينس دي وهيقتلها ولكن فجأة بيظهر طالب من المدرسة اسمه اكزافيور وبينقذها قبل ما يقعد تمثال عليها وبينقلها للعيادة واول ما بتفوق بيقولها ان هو انقذها لان هي انقذته قبل كده لما كانوا اطفال وتاني يوم بتروح وينس دي مع المديرة للدكتورة النفسية اللي هتعليجها واللي بيكون اسمها دكتورة كيمبوت ولما بيوصلوا للعيادة بتقولها المديرة ان هي تفضل مستنيها تحت علشان لو حاولت تهرب تلحق تنسيكها فبتطلع وينس دي العيادة وبتتكلم مع الدكتورة كيمبوت وبيكون اسلوبها معها بارد جدا وبترفض ان هي تحكي لها اي حاجة واسنا ما هما بيتكلموا وبتطلب منها تدخل الحمام واول ما بتدخل بتهرب بسرعة من الشباك وبتستخبها من المديرة عشان ما تشوفهاش وبتروح لكافيه موجود قريب من العيادة وبتطلب من الولد اللي شغال في الكافيه واللي اسمه تيلور القهوة بتاعتها لكنه بيقولها تستنى شوية لان المكناة بتاعت القهوة بيزة فبتعرض عليه وينس دي تصلح له مكناة القهوة وصاد ان هو يوصلها لمحطة القطر فبيوافق تيلور وبتصلح له وينس دي المكناة فعلا واسنا ما هي قاعدة بتشرب القهوة بتاعتها بتتعرض للتنمر من ابن العمدة وبيكون اسمه لوكاس ولكنها بتقدر تضربه هو واصحابه وفي الوقت ده بيوصل المأمور والاسمه جيلبرت وبيكون معا المديرة فبتعتزر له المديرة على العملته وينس دي وبتخدها وبتمشي ولكن قبل ما تمشي بيحذرها المأمور وبيقولها ان هو هيرعيبها لان ابوها كان متهم في قضية قتل من 30 سنة واسنا ما هم افطريهم للمدرسة بتحذرها المديرة ان هي لوهربت مرة تانية هيترفيدها ولما بترجع وينس دي لقضتها بتكتشف كنسينج بيرعيبها فبتقوله ان هو لو مساعدهاش هتقطع له كله صوابعه فبيوافق ان هو يساعدها فبتطلب منه يروح لتيلور ويخليه اتصل بيها ولما بيتصل بيها تيلور بتطلب منه يحضر معها حفلة اخر الاسبوة ويساعدها في الحفلة دي ان هي تهرب من المكان ده فبيوافق تيلور وبيبنى عليه ان هو معجب بيها وعنده استعداد يعمل اي حاجة عشانها وهي ما بتبقاش فهمة اللي يخليها من كده ويوم الحفلة بيروح تيلور في المعاد واسناء ما بيحاولوا يهربوا من الحفلة بتشوفوا نس دي رؤية فبتشوف زميلها في المدرسة واللي اسمه روان هيتقتل في الغابة فبتقرر ان هي هتساعده فبتدخل بسرعة للغابة لحد ما بتلاقي روان وبتقوله ان هو لازم يخرج من الغابة بسرعة لانه هيموت لكن فجأة اسلوب روان بيتغير وبيقولها ان هو اللي خليها تشوف في الرؤية دي عشان تيجي وراء للغابة ويقتلها لان هي صحرة وام حذرته منها وكمان ام رسمت صورة لها وبيوريها الصورة ولكن قبل ما يقتلها بيظهر فجأة وحش شكله غريب وبيهجم على روان وبيقتله وبعدها بيهرب من المكان فبترحوا نس دي بسرعة لمكتب المديرة وبتقول لها ان روان اتقتل في الغابة لكنها مش بتصدقها لان الشرطة لما رحت لمكان الجريمة ما لقيتش جسة ولا لقيت حتى اي اثر لجريمة قتل وبيطلب المأمور يتكلم معه نس دي وبيقول لها ان هو مش فاضل للعب العيال ده ولكن فجأة بيقطع كلامهم والمساعدة بتاعته وبتقول له ان روان رجع للمدرسة فبتتصدم هنا ونس دي اول ما بتشوفه وفي الحقيقة ما بيكونش ده روان اصلا وبتكون المديرة هي اللي انتحلت شخصيته علشان تخبي موته عن الشرطة عشان ما يفلوش المدرسة والتاني يوم على طول بتقول لهم المديرة ان روان اتطرد من المدرسة وبتنتحل شخصيته مرة تانية وبتمشيه من المدرسة قدام كل الطلاب فطبعا كل الطلاب بيصدقوا ان هو اطرد ولكن في الوقت ده بتحول ونس دي ان هي تتكلم مع روان لكنه بيطلب منها تبعد عنه وبيمشي وبيفضل سينجي ماشي وراه لحد ما بيدخل حمام في محطة القطر ووقتها بتتحول المديرة لشخص ثاني وبتخرج من الحمام عشان ترجع للمدرسة وتاني يوم بتروح ونس دي مع تيلور للغابة علشان تدور على دليل يثبت ان روان مات ولما بتصل هناك بتلاقي النظارة بتاعته مرميه على الارض فبتتأكد ساعتها ان هو اتقتل وفي حد بيحاول يخبر خبر ده عن الناس واول ما بتمسك النظارة بتشوف رؤية الروان وبيكون بيتخانق مع اكزافير في الليلة اللي هو مات فيها وبتشوف كتاب غريب في ايده وبيكون ده نفس الكتاب اللي كان في الصورة اللي رسمتها امه فبتبدأ ونس دي تدور على مكان الكتاب ده لحد ما بتلاحظ ان فيه علامة مرسومة جنب الصورة وبتعرف من ميس مارلين ان العلامة دي بتاعت مجموعة اسمها نايت شايد وكانت موجودة زمان لكنها مش موجودة دلوقتي وتاني يوم بتشارك ونس دي في مسابقة مع اباقي زمائلها في المدرسة واثناء ما هما بيتسابقوا بتوعها هي على الارض وبتشوف رؤية لبنت شبهها جدا ولكن لبساها غريب وكانها عايشة في الماضي وبتقول لها البنت دي ان هي المفتاح ولما بتفوق ونس دي بتكمل المسابقة وبعدها بترجع للمدرسة بسرعة وفي الوقت ده بتشوف علامة نايت شايد على تمثال موجود في المدرسة والتمثال ده بيكون مسك كتاب في ايديه فبتقرأ ونس دي وبتحل اللغز اللي موجود فيه وبتقدر تفتح الباب اللي موجود ورا التمثال وبتنزل على السلم وبتلاقي نفسها في مكتبها شكلها غريب وبتلاقي صورة امها وابوها متعلقها على الحيطة وبتبدأ ونس دي تدور على الكتاب بسرعة علشان تلحق ترجع قدتها قبل ما حد يلاحظ غيابها واول ما بتلاقي الكتاب بتشيله في شنطتها بسرعة وفجأة بيجي معليها شخص وبيغبط على دماغها وبتفقد ونس دي الوعي ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في كرسي وحواليها زميلها في المدرسة وبيقولولها في الوقت ده ان هم مجموعة النايت شايد لكنهم بيتجمعوا في السر عشان ما يتطردوش من مدرسة وبيعرض عليها اكزافيور في الوقت ده ان هي تنضم ليهم لكنها بترفض وبتقولوا انهم عيال صغيرة وبتفك نفسها بسهولة جدا وبتسيب لهم المكتبة وبتطلع لقضتها وتاني يوم بتسأل اكزافيور عن الصورة اللي ادها الهروان فبيقولها ان هو ما يعرفش هو كان عاوز منها ايه لكنه بيقولها ان الشخص اللي معها في الصورة ده هو جوزيف وجوزيف ده هو اللي اسس المدينة بتاعتهم فبتروح ونس دي لتيلور وبتسأله عن المكان بتاع جوزيف فبيقولها ان هو موجود في الغابة لكن المكان ده مهجور فبتسيبه وبتروح لالغابة عشان تكتشف هو ايه سر علاقتها بجوزيف ولما بتوصل هناك بتلاقي فيه شخص غريب في المكان ده فبيهاجمه سينج فبيهرب الشخص الغريب ده وبتحاول هي تدور على اي حاجة في المكان لكنه بيبقى فاضي فبتقرر ان هي تمشي واول ما بتمسك الباب بتشوف رؤية جديدة وبترجع بالزمن 400 سنة الورى وبتشوف وقتها جوزيف هو وباقي اهل المدينة وبيكونوا بيلموا الصحراء علشان يحرقوهم ويخلصوا من شرهم ومن وسط الصحراء دول بتشوف البنت اللي شفيتها قبل كده في الرؤية وبتكون دي جودي جدتها من 400 سنة وبتشوف جودي وهي بتهرب من جوزيف قبل ما يحرقها ولما بتفوق وينس دي بتلاقي نفسها لسه في مكانها فبتقرر هنا ان هي ترجع مدرستها بسرعة وقبل ما تمشي بتسمع صوت خطوات الوحش ولكنه اول ما بيشوفها بيهرب بسرعة فبتمشي وراه وينس دي وبتلاحظ ان اثار رجله لسه معلمة في الارض وكأنها اثار رجل بني ادم عادي وفجأة بيظهر قدامها اكزافيور فبتقوله ان هي اكتشفت ان الوحش ممكن يكون بني ادم ولكن بيتحول لوحش ولما بتيجي توري له الاثار اللي شفيتها بتلاقيها اختفت بسبب المطر فبيقولها ان هو حاول يكلم روانه ورد عليه لكنه اكتشف ان اللي رد عليه مش روان وان هو حد انتحت شخصيته زي ما هي قالت واخري اليوم بيكون الشخص الغريب اللي شفيته وينس دي الصبح قاعد بيصلح الكاميرا بتاعته وفجأة بيجي معلي الوحش وبيقتله ولكن الكاميرا بتصور الوحش كزا صورة فلما بتيجي الشرطة تحقق في القضية بتلاقي الكاميرا وبتاخد الصور دي وتتعرف على شكل الوحش وتاني يوم بتروح وينس دي للمشرحة وبتشوف جثة الشخص الغريب ده وبتسمع الدكتور هو بيقول المأمور ان الوحش بيقتع عضو من عضاء كل جثة بيقتيلها فبتقرر هنا وينس دي ان هي اتحقق في القضية دي بنفسها وتكتشف ايه حقيقة الوحش ده وتاني يوم في المدرسة بتلاحز وينس دي ان اكزافير متخربش في رقابته ولكن شكل الخربش دي غريب وكأنه هو اتعرض لهجوم من الوحش فبتقرر ان هي اترقبه عشان تعرف هو مخاب بايه فبتمشي وربع دي المدرسة لحد ما بتلاقيه دخل قوضة غريبة في الغابة فبتفضل مستنيها لحد ما بيخرج وبتدخل هي القوضة دي وجوه القوضة دي بتلاقي رسومات كتير للوحش فبتشك ان اكزافير هو الوحش فبتاخد رسمة من الرسومات دي وبتقرر تروح للمأمور ولكنها اول ما بتخرج من القوضة بتلاقي اكزافير قدامها وبيسألها هي بتعمل ايه هنا فقالت له ان هي كانت بتدور عليها عشان تعزمه على الحفلة اللي معامولة في المدرسة فبيوافق ان هو يروح معاها الحفلة وبيسيبها وبيمشي وبتروح هي للمأمور وبتورر له الرسمة اللي معاها فبيقولها المأمور ان هي لو جابت له دليل واحد على وجود الوحش هيساعدها فبتوافق وبتسيبه وبتمشي وبتروح لزميلها في المدرسة والاسمه يوجين وبتطلب من يوجين ان هو هيساعدها عشان تلاقي دليل على وجود الوحش ده فبيوافق يوجين يساعدها وبيروح معاها للغابة وبتلاقي الكهف اللي كان رسمه اكزافير في القوضة دي ولما بتدخل الكهف بتلاقي عظم جسس كتير جدا وبتلاقي سنة من اسنان الوحش فبتاخدها معاها وبتمشي بعد كده من المكان وبتقرر ان هي تروح للقوضة بتاع اكزافير عشان تاخد اي حاجة من هناك وتعمل اختبار دي ان ايه للحاجة بتاع اكزافير والسنة بتاع الوحش واسنان ما هي في القوضة بيوصل اكزافير وبيسألها هي بتعمل ايه فبتقول له على الحقيقة وبتقول له ان هي شكة ان هو الوحش فبيتخاني معا اكزافير عشان شكة فيه وبيقول لها ان هو بيشوف بس الوحش ده في احلامه عشان كده بيرسمه وبيطردها فبتروح للمأمور وبتطلب منه يعمل تحليل دي ان ايه للعينات دي علشان يشوفها لو متطبقة ولا لا وفي الوقت ده بيبعد سينجل تيلور دعوة عشان يحضر مع وينس دي الحفلة اللي المدرسة عاملاها ويوم الحفلة بتكون وينس دي بيتجاهز نفسها عشان تروح للغابة وبيكون معها يوجين علشان يدوروا على الادلة تعرفها مين هو الوحش ولكن بتتفاجئ بتيلور بيخبط على الباب وبيقول لها ان هو موافق يروح معها لخفلة فبتغير وينس دي لبسها بسرعة عشان تروح معها الحفلة وبتقول ليوجين ان هو ما يروحوا الغابة تاني يوم لكن يوجين هنا بيقرر يروح لوحده وبتروح وينس دي الحفلة وبتشد انتباه كل الطلاب ليها لان شكلها بيكون حلو جدا في الفستان وقبل الحفلة ما تخلص بيعمل لوكس واصحابه مقلب في كل الطلاب وبيدلقوا عليهم بوهيا وفي الاسناء دي بتشوف وينس دي رؤية ان يوجين في الغابة وان يوجين بيتعارض لهجوم من الوحش فبتجرب سرعة للغابة عشان تحاول تلحقه لكن للاسن بتوصل متأخرة وبيكون الوحش هاجم يوجين ولكن لحسن الحظ ما قاتلوش فبينقله يوجين بسرعة للمستشفى وبتروح وينس دي تاني يوم عشان تزوره وتتطمن عليه وبتوعيد وقتها ان هي هتقضي على الوحش ده وبترجع للمدرسة عشان تقابل ابوها واموها اللي جايين يزوروها وبيروحوا كلهم للدكتورة كينبوت ولما بيوصلوا لعيادة بتبدأ وينس دي تسأل ابوها واموها ناضية القتل اللي هو متهم فيها لكن امها بترفض تجاوبها فبتسيبها وينس دي وبتمشي وبتتماشى في طريقها للمدرسة وبتشوف اموها وهي بتزور شخص اسمه جارت وده الشخص اللي ابوها متهم بقتله من 30 سنة لكنها ما بتكونش عارفة ايه اللي يخلي امها تزوره في وقت زي ده وفي الوقت ده بيكتشف المأمور ان الدكتور انتحر وسب لهم رسالة ان هو زور تقرير موت جارت من 30 سنة فبيقرر المأمور ان هو يقبض على ابو وينس دي عشان يتحاكم لان هو قتل جارت فبيتقرر وقتها وينس دي ان هي تزور ابوها في السجن وبتسأله عن اللي حصل مع جارت فبيحكي لها الحقيقة وبيقولها ان جارت كان بيحب امها قوي عشان كده كان عايز يقتله في يوم الايام وقرر جارت ان هو يهاجمه لكن امها قتلت جارت عشان تدفع عنه وهو مسك منها السيف عشان يتحاكم هو بدلها ولما بترجع وينس دي للمدرسة بتلاقي امها في مكتبة نايت شايد فبتسألها عن سبب زيارتها الجارت فبتقولها امها الحقيقة وبتحكي لها نفس الحكاية اللي حكاها ابوها ولكنها بتشكي ان الجارت ماك مسمون فبيقررهم اللي اتنين يطلعوا جثة جارت ويشرحوها فبيروحوا للقبر بتاعه وبيحفروا لحد ما بيوصلوا للجثة وبتقطع وينس دي صباعه عشان تشرحو ولكن في الوقت ده بتوصل الشرطة وبتقبض عليهم وبتحبسهم هما كمان واسناء ما هما في الاسم بتشوف وينس دي رؤية للليلة اللي مات فيها جارت وبتشوف ابوه هو بيتدي له سم عشان يحطه في المشروب اللي هيتوزع على الطلاب ويموت كلهم ولكن هو بيتخانق مع ابوها اتكسرت ازازة السم في جيبه وتسمم بسببها ومات فبتقرر ان هي تروح للعمدة تاني يوم وتحكيله على كل حاجة وتاني يوم في مكتب العمدة بيقول لها العمدة ان كل اللي هي بتقوله صح لكن هو كان مضطر يخب الحقيقة دي عشان ابو جاري تكلمه عارف كتير وبيوافق ان هو يطلع ابوها من السجن وتاني يوم بتحكي وينس دي لأمها عن الرؤى اللي هي بتشوفها فبتقول لها أمها ان هي كمان كانت بتشوف رؤى وهي صغيرة وبتقول لها ان جودي هي اللي هتدلها على الطريق الصحة وهتعلمها ازاي تتحكم في قوتها دي وبتديها الصور اللي تصورتها أمها وأصحابها لما كانوا في المدرسة فبتلاحز وينس دي ان المديرة كانت منتحة لشخصية مغنية في الحفلة فبتطلع بسرعة لمكتب المديرة وبتقول لها ان هي أخيرا اكتشفت الحقيقة واللي هي انها كانت منتحة لشخصية روانة عشان تتسطر على جريمة القاتل فبتقول لها المديرة ان هي عمل الكل ده عشان تحافظ على سمعة المدرسة وأسنان هما بيتكلموا بيسمعوا صوت دوشة في الحوش فبيبصوا من البلكونة بسرعة عشان يشوفوا ايه الصوت ده فبيلقوا ان في حد كتب على الزرع جملة بالنار فبتنصدم ونزديه أول ما بتشوف الجملة دي لان هي شفتها قبل كده في رؤية وتاني يوم بيأمل لها أصحابها حفلة مفاجأة في سرداب السحر جوزيف لكنها ما بتبقاش مهتمة بالحفلة وبتدور على أي حاجة لها علاقة بجوزيف أو الوحش وبتلاقي جملة مكتوبة على الحيطة وبتكون دي هي نفس الجملة اللي كانت مكتوبة على الزرع في حوش المدرسة وأول ما بتلمس ونزديه الجملة دي بتفقد وعيها وبتشوف رؤيها وهي بتتكلم مع جودي فبتقول لها جودي ان هي لازم تدور على قصر عيلة جارد عشان تكتشف الحقيقة فتاني يوم بتروح ونزديه للقصر بتاع عيلة جارد لكنها بتلاقي العمدة موجود هناك فبتستخبى بسرعة قبل ما يشوفها وبتسمعه هو بيتكلم مع المعمور وبيقول له ان هو عارف مين اللي بيرتكب جراء من قتل دي في المدينة وبيطلب منه ويقابله في الكافيه بتاع تيلور عشان يحكيله فبتركب ونزدي بسرعة في صندوق العربية بتاعته عشان تروح معاه من غير ما يشوفها ولما بيوصله للكافيه بينزل العمدة من العربية وأثناء ما هو بيعد الطريق بتيجى عربية غريبة من غير نمر والعربية دي بتغبطه وبتيجري فبينقله العمدة بسرعة للمستشفى لكنه بيموت هناك لان في حد قطع عن بوب الأكسجين بتاعه واخر اليوم بتعمل ونزدي مقلب في إينيد وتيلور وبتقول لهم ان هي عايزة تخرج معاهم ولكن في الحقيقة هي عايزة تروح لقصر عيلة جاريت ولما بيعرف تيلور وإينيد ان هي كذبت عليهم بيتدايقوا منها جدا لكنهم مضطرين يساعدوها فبيدخلوا كلهم لقصر عيلة جاريت وبيكتشفوا ان لوريل اخت جاريت لسه عايشة وان هي ما ماتتش فبتشكوا ونزدي ان هي السبب في كل اللي بيحصل ده فبتاخد معاها اللعبة بتاعة لوريل اللي موجودة في القوضة بتاعتها وفي الوقت ده بيسمعوا صوت الوحش في البيت فبيحاولوا انهم يهربوا بسرعة قبل ما يقتلهم وبينزلوا للقبو بتاع البيت فبتلاحظ هنا ونزدي ان العضاء اللي كان بيسرقها الوحش من الناس اللي بيقتلها موجودة في القبو ده وكمان بتشوف الاعربية اللي خبطت العمدة لكنها بتهرب بسرعة قبل ما يقتلها الوحش واول ما بتخرج من الاسر بتلاقي تيلور واع على الارض وبيكون مجروح في صدره وفجأة بيظهر اكزافيور وبينقاله تيلور للبيت عشان يعلجوه وفي نفس الوقت ده بيوصل المأمور على البيت فبتطلب منه نزدي ان هي توريله القبو بتاع اسر عيلة جاريت فبيوافق ولما بيروحوا للقبو ما بيلاقوش اي حاجة من اللي هي شفيتها وكأن كل الحاجات دي اختفت فبيقولها المأمور ان هو زيق من لاب العيال بتاعها وبيحذرها تقرب من ابنه مرة تانية وبيرجحها للمدرسة في الوقت اللي بتقولها المديرة ان هي هتطردها فبتحكي لها وينس دي على الحقيقة وبتطلب منها فرصة اخيرة عشان تنقذ المدرسة فبتوافق المديرة تديها فرصة وبتطلع وينس دي على قدتها وبتتفرج على اللعبة بتاعت لوريل وفجأة بيعمل لعبة دي الصور لوينس دي فبتفهم ان اللوريل كانت بترايبها وقتاني يوم في جنازة العمدة بتلاحظ ان فيه شخص غريب كان موجود في الجنازة ولما بتمشي وينس دي نحيطة بيهرب منها فبتمشي قراءة للغابة وبتكتشف ان هو عمها وستر وان هو جاي للمدينة عشان يطمن عليها فبتقول لوينس دي ان هي بتطرد وحش غريب والوحش ده بيقتل في الناس الموجودين في المدينة ولما بتوريله صورته وبيقول لها ان ده وحش اسمه هايد والوحش هايد ده هتلاقي معلومات عنه في مذكرات الشخص الاسس المدرسة بتاعت نيفر مور وتحديدا في المكتبة فبتقوله انهم هيروحوا للمكتبة بالليل واخر اليوم بتروح وينس دي المكتبة فعلا وبتلاقي المذكرات زي ما عمها قال لها ولما بتدور فيها بتلاقي معلومات عن وحش هايد وبتعرف هنا ان فيه شخص بيتحكم في الوحش له فبتقرر ان هي ترقب اكزافيور عشان تعرف مين اللي بيتحكم فيه واسناء ما هي بترقب وبيتسر اكزافيور بالدكتورة كيمبوت وبيقولها ان هو شافها بتموت في الخلم ولازم يقابلها فبتشك وينس دي في الدكتورة كيمبوت وبتتوقع هنا ان هي اللي بتتحكم في الوحش فبتروح لها العيادة وبتواجهها باللقبة بتاعت لوريل وبتقولها ان هي السبب في كل اللي بيحصل لكن الدكتورة كيمبوت بتفتكرها مجنونة وبتطردها من العيادة بتاعتها وبتقولها ان هي ما تعرفش اي حاجة عن اللي هي بتتكلم عليه ده واخر اليوم بتروح وينس دي تقابل تيلور في سرداب جوزيف ولما بترجع لقودتها بتلاقي ان هي متكركبة وكأن حد كان بيسرقها وبتلاقي ان المذاكرات مش موجودة وبتلاقي سينج حد طعنه بسكينة فبتشيل السكينة بسرعة وبتاخد سينج وبتروح لعمها وبيحاول عمها ان هو يفوأه وبينجح في ده ولما بتسأله وينس دي عن اللي عمل فيه كده بيقولها ان هو ما يعرفش فبتروح لمكتب المديرة وبتحكي لها على كل حاجة حصلت فبتقول لها المديرة ان وحشهاية خطير جدا وان الوحش ده ممكن يقتلها عادي فبتروح وينس دي لقودة اكزافيور في الغابة وبتقوله ان هي اكتشفت ان هو الوحش ولايت في القودة عمده ونظرت يوجين وسلسلة الدكتورة كيمبوت كمان وده بعد ما لقوا الدكتورة كيمبوت مقتولة الصبح فبيحاول اكزافيور يدفع عن نفسه لان مش هو الوحش لكن الشرطة بتكون وصلت في الوقت ده وبتوبض عليه وتاني يوم بتروح وينس دي لتيلور وبتقوله ان هي اخيرا وصلت للوحش وبيحاولوا يقربوا البعض وفجأة هنا بتشوف وينس دي رؤية وبتشوف ليلة قتل الدكتورة كيمبوت وبتكتشف ان تيلور هو الوحش فبتهرب منه بسرعة وبترجع للمدرسة وبتتصل بيه تاني يوم عشان يقابلها في الغابة بعد ما بتتفق مع زميلها في المدرسة انهم يساعدوها عشان تطلع اكزافيور من السجن وتحبس تيلور لان هو الوحش الحقيقي فبيروح تيلور يقابلها في الغابة وبتقوله وينس دي ان هي اكتشفت حياته وان هي عارفت ان هو الوحش الحقيقي ولكنه بينكر كل ده باسلوب طيب ورئي لكنها بتخلي زميلتها في المدرسة والاسمها بينكرت تنايمه القوطة الخارقة وبينقلوه لقضة اكزافيور في الغابة وبتبدأ تعذبه عشان يعترف في كل حاجة فبيقرر زميلها انهم يسيبوها لانهم متفقوش على كده وممكن المأمور يحبسهم كلهم لانهم بيعذبوه ولكنها ما بتهتمش وبتعذبه عشان يعترف وفي الوقت ده بيوصل المأمور وبيبض عليها وفي الاسم بيقولها المأمور ان هو مش هيحبسها لكنه بيحذرها وبيمنعها تقرب من تيلور مرة تانية وقبل ما تخرج من الاسم بيتكلم تيلور وبيعترف لها بالحقيقة وبيقولها ان هو الوحش فعلا لكنها مش هتقدر تزبط ده ولما بترجع وانس ديل للمدرسة بتحاول تقنع المديرة ان تيلور هو الوحش فعلا لكنها طبعا مش بتصدقها وبتقولها ان هي مرفوضة من المدرسة وهتمشي تاني يوم الصبح وتاني يوم بتوصلها المديرة بنفسها فبيعادوا على المستشفى علشان توضع يوجين قبل ما تمشي وبتلاقي ان يوجين اخيرا فاق وبيحكي لها عن اللي شافه في الغابة في اليوم اللي هاجم عليه الوحش وبيقولها ان الست اللي كانت موجودة عند الكهف كانت لابسة جزمة حمراء فبتفتكر وانس ديل في الوقت ده ان الوحيدة اللي بتلبس جزمة حمراء هي ميس مارلين فبتطلب من المديرة بفرصة اخيرة قبل ما تمشي وبتطلب منها تنتحل شخصية تيلور عشان يوقعوا ميس مارلين بالكلام فبتوافق المديرة وبيرجعوا للمدرسة بسرعة وبتروح وانس ديل قودة ميس مارلين وبتوجهها بالحقيقة وبتقولها ان تيلور حكالها على كل حاجة فبتبدأ ميس مارلين تحكي لها الحقيقة وبتقولها ان هي لوريل اخت جارد وهي السبب في كل اللي بيحصل فعلا وبتعمل كل ده عشان ترجع جوزيف من الموت وتقضي على كل الصحرة مرة تانية وفي الوقت ده بتظهر المديرة بشكلها الحقيقي وبتقولها ان هي اكتشفت كذبتها اخيرا وهيحبسوها ولكن فجأة بتهجم عليها لوريل بحونة فيها سم وبتقدر ان هي تقتلها وبتخبط ونزدها على دماغها وبتفقدها الوعي ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة قدام مقبارة جوزيف وقدامها لوريل وبتقولها ان هي هترجع جوزيف من الموت وهيضو على المدرسة بتاعتها وبتجرحها لوريل في ايديها وبتحط نقط من دماغة على مفتاح القبر وبتبدأ تقرأ تعويزة على القبر وفاجأة بيتهز القبر وبتتجمع الاعضاء اللي حطها في ازايز وبتبدأ تتشكل على هيئة جوزيف اللي اول ما بيشوفه نزدي بيكون فاكرها جودي وجودي دي اللي قتلته من ربعمية سنة فبيقولها ان هو هيقتلها عشان ينتقم منها بعد كل السنين دي وبيطعنها في قلبها وبيسيبها تموت وبيروح هو للمدرسة عشان يحرق المدرسة وكل الصحراء في نفس الوقت ده بتظهر جودي لوينزدي وبتقولها ان المدرسة محتاجة لها وان هي هتعليج لها الجرح وبتدخل جودي في جسم وينزدي وبتعليج لها الجرح فعلا فبتروح وينزدي بسرعة للمدرسة عشان تنقذها وفي الطريق بيوقفها تيلور اللي بيتحول لوحش اول ما بيشوفها وبيهجم عليها وبيكون هيقتلها لكن فجأة هنا بتظهر اينيد بعد ما تحولت لزيب هي كمان وبتهجم علي اينيد فبتسيبهم وينزدي وبتروح بسرعة للمدرسة عشان تقتل جوزيف ولما بتوصل هناك بتبدأ تهجم عليه بالسيف عشان تقتله لكنه بيكسر لها السيف اللي في ايديها وبيتحكم فيها بقوته وبيكون هيقتلها لكن فجأة بتظهر بيانكة من وراه بتطعنه لكنه ما بيموتش فبيلفلها وبيضربها وبيرجع تاني لونزدي عشان يقتلها ولكنه بيتفاجئ بيها وهي بتطعنه في قلبه وبيموت جوزيف للابد وفجأة هنا بتظهر لوريل وهي معها مسدس وبتهدد وينزدي ان هي تقتلها وفجأة هنا بيهجم عليها النحل بتاع يوجين وبيفضل يقرص فيها وبكده يكون مات جوزيف ولوريل للابد وكمان انتهت الدراسة في المدرسة السنة دي وهيروح كل الطلاب في اجازة طويلة قبل مايرجعوا للدراسة السنة اللي بعدها واثناء ما بتكون وينزدي في طريقها للبيت بتجيلها رسالة من شخص غريب وبيقول في الرسالة دي ان هو بيرعبها وان هو هيقتلها في يوم الايام فبتتضايق وينزدي اول ما بتشوف الرسالة لانها بتكون فكرة خلاص ان هي خلاصت على كل اعداءها لكن في الحقيقة لسه فيها اعداء تانيين لسه هي ما اكتشفتهمش وبتقرر ان هي تدور على اعداءها لما ترجع للمدرسة مرة تانية هو بيتكمل طريقها للبيت عشان تستمتع باجازتها وبيخلص المسلسل